رشيد حفيظ آخر ضحايا عصابات المواشي ببلدية لازرو في ولاية باتنة حيث قامت عصابة مشهولة بسطو على 16 رأسا في ظلامة هما جاوا ما بين الساعتين وثلاثة تعصباح النهار تعنو ثلج هما جاوا دخلوا منا حاوسوا يفتحوا هذي ما قدروش عودوا وفتحوا منا وبدوا ويخرجوا خرجوهم من سما أمكان يحتل أثار تعرج لهم كي تبعنا الجرة 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 مشاوا مقربة كما قلوا ثلاثة كيلو هما أصلا على بل نبلي الدارة ذيك ما فيها حتى واحد سما تعف الله دخلوهم ثم الدارة ذيك فتحوا القاراج دخلوهم جابوا الكاميونة دخلوها لداخل سرجوهم وخرجوا على جهة الجبل اتعرضنا العملية سرقة للأغنام الإنسان يتعب ويشقى وبعدها يجو ناس يدولك رزقا تاعك إن شاء الله الفاعلين هذوي يظهروا ظاهرة السرقة في بلدية لازرو امتدت خلال الأسباع والأشهر الأخيرة لتستهدف الممتلكات العمومية والخاصة من كوابل كهربائية ومضخات الأبار الارتوازية وغيرها وينما الأولى الأخيرة هذه وقعت فيها سرقة بزاف من ناحية الفراجات من ناحية الديار من ناحية المواشي احنا أضك كما قال المخلوق ولو احتصت معلين احنا كانوا عندي سمى شياه كانوا عندي ثمن شياه وتسع خرفان سمى الدوهم لي دلوا حالة ما خلوا والو ما خلوا فراجات ما خلوا مال الغلم ما خلوا اهتحاجة ما خلوا اهتحاجة عند هذا رقوع عامين ما خلوا والو هذا وتمكنت مؤخرا المصالح الامنية المعنية بولاية باتنا من تفكيك العديد من العصابات الاجرامية وسط ارطياح كبير للمواطنين